بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر فور بارت ناين تشيك فور شير زا ما احنا عارفين بالنسبة للفريم اللي احنا شغالين عليه الفريم دوات كان عليه مومنت وحسبنا حديد التسليح المطلوب لمقاومة الفلكشر بقلنا حاجة ان احنا نحسب قدي ايه محتاجين لستيربس عندي والديامتر بتاعها والسباسينج بتاع الستيربس علشان يبقى الحديد المطلوب لمقاومة الشير كافي وبالتالي نمنع حدوث اي مشاكل في الفريم وعلى سبيل المثال ممكن يحصل عندك كراكس اللي كراكس ديت بتبقى عند الصبور على طول لو حصل كراكس بالشكل دوت يبقى انت عندك مشكلة في حديد التسليح بتاع الشير وما حسبتوش بطريقة صحيحة فاول حاجة بنحسب الستيرنس بتاعت الخرصانة اللي هي الشير ستيرنس الكلام ده مية وتلاتة طيب التوتل شير الموجود كام مية اتنين وستين حنطرح منه مية وتلاتة يبقى فيه تسعة وخمسين كيلو نيوتن ده الشير فورس المفروض نشيلهم بالستيرنس طيب حنحسبها ازاي لو انا افترضت ان انا عندي تو لجد يعني عندي الستيرنس فيها تو برانش الديامتر بتاع البرانش هو تمانية ميلي ميتر عايزين نحسب في الحالة ديه تلس بيسنج بتاع الاستيرنس المعادلة اللي عندي هي سبعة وتمانين من مية اف واي في الاريا بتاعت الاستيرنس في الديامتر على بي يو اس الاف واي ربعمية وخمستاشر لما نيجي نحسب الاريا هنا بنحسب الكروس سيكشن بتاع التوب رانش عشان كده بنضرب في اتنين في الكروس سيكشن اللي هو بتاع البارد ديامتر تمانية ميلي ميتر خمسين في الدي ستمية على تسعة وخمسين الكلام ده بيطلع تلتمية سبعة وستين يبقى في الحالة ديه طبعا في الحالة دي لما بنيجي نقرب ما تزودش لا لا احنا نقلل لانك لو زودت يبقى انت قللت هنا الكروس سيكشن المطلوب لمقاومة الشي يبقى في الحالة دي مطلوب نمبر ايت ستيربس عند تلتمية ميلي ميتر سنتر تو سنتر بمعنى ادي الفريم الحديد السفلي الحديد العلوي دي اللي ستيربس اللي عندك المسافة فروم سنتر تو سنتر دي تلتمية ميلي ميتر وطبعا ده الديامتر بتاعها تمانية ميلي يبقى انت كده خلص الديزاين بتاع الشير رينفورسمنت والقطاع بتاعك سيف اجنس الشير استرس اشتركوا في القناة